الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى لو جئنا بكل كتب العالم وبحثنا عن الكلمة الأكثر تكرارا في أي كتاب يستحيل أن نجد أي كتاب الكلمة الأكثر تكرارا هي اسم مؤلف الكتاب لا يمكن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي يكون فيه الكلمة الأكثر تكرارا هي اسم الله تعالى 2699 مرة ذكر اسم الله في القرآن وهذه الميزة لا توجد إلا في القرآن واختار العدد 2699 لأنه عدد أولي لا ينقسم لا على أي عدد إلا على نفسه وعلى واحد ليقول لك إن الله واحد سبحانه وتعالى الرقم واحد هو الأكثر تكرارا في القرآن بين جميع الأرقام لماذا أنا عندما أبحث عن الكلمة الأكثر تكرارا أجدها كلمة الله اسم الله ولكن أكثر رقم ذكر في القرآن الرقم واحد لماذا؟ كأن الله يريد أن يقول لنا جميعا إن الذي أنزل هذا القرآن هو الله الواحد والأحد سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا